تمثيل المنصف لوكيل زكية بالعياد منصور ابو ستة وفاتمة خمفير يا سيد خويا اوه انا عمي يا سبايد اختي بجيه ربي يزيني من هذي هون عممتاعك وانتي بفرغ وبرق تيجال هنا وانتي دوقتني الله معافينا بهال مشين والجيين امتاعك اه اشبيك تنادي يا سبايد اختي تيجي قوت قبل ليه جا مش قتلي عندي ما نحكيلك يا سبايد اختي كي تبدأ وحدك اي احنا وحدنا هيت سمعني شماش تحكيليه وايك المقروفة لطفاختك وين مشيت يش يهمك فيها تسأل عليها وين مشيت بصحش ما تحبش تحكي قدامها يهيها صحيح يا سبيدا ما نحبش نحكي قدامها اما اشكون يعرف تطلع شي محشية في هيك المقصورة تتصنت بالسكتة لا لا ما تخافش ما هيش في المقصورة اتكلم قبل ما تجي ويزي من تطويل المشاور هاشماش نتكلم واشماش ينقول يا سبايد اختي اخوك سعيد تاوى عندي ليلتين انبيض نتبلحط ونتقلب ومنيش شبعا بالنوم وانتي يا ما نهار شبعت بحاجة فيها الدنيا والله لا يجعلنا منك اخي جايتني جديد ولا ما نعرفكش ايا شنوة تاوى يا سبايدة جبتك نصرة ماشية توليلي غسرة تي حتى تفهم الموضوع اللي مش نحكيلك عليه قبل وانتي حبها يتدخل في الموضوع طوله تحت الساعة تعملي هاكي المقدمات كيف العادة وتبدأ تتشكة وتتمكة اشتمة زيدة ربي سمعنا الخير لا لا ما تخافش ما دام خوك سعيد ناوي على الخير ما ثم كان الخير بحول الله هاكا مش نحكيلك على هاكي المرار اللي تصنع في البريك ونمشي نشري من عندها قولي زيدة ان شاء الله تخبط فيها وجايت الدور ايو رحمة عيشو شمرتي اللي مشات وخلاتني يا كاينك حاضرة يا سبيدة الحاصيلو خمسة وخميس والحوت عليك كيف تفهمني هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها زيد ياوخيتي مفطومة على الفستك كيف خوك سعيد مش كيف هاكي المدمكة التفاختك مفطومة على الحمص المنفخ احنا وين توا؟ في الحمص الملفخ ولا في حب دارباني؟ يا شكي دعا تحس شكون جاي؟ شكون هذا اللي قاعد يقربع في الكوجينة يا حاشا؟ هكا تلقى خالق سعيد يا بايا لا لا يا مصطفى أخادي خالق سعيد اهو مرهوم بحذية لا ينتقل له مرهون يا زبيدة يا خي لقيتني كاغذ ملكية ولا رسم متعدار؟ يا خنت اما قاعدين هون يا ما لهذا زع ما حس شكون اللي في الكوجينة؟ هشكون عندنا خلاف امميمتك يا بنت اختي ولا اللهم تطلعش بعض القطاطس زرفت للكوجينة؟ عندك شي حاجة تتاكل خليتها لبرة من الفريجيدير يا بايا اشنو يا يا خلي حتى صايم يا رسول الله تصبح تسلع الماكلة؟ زع ما ما تنجمش تنسى كرسك هكا سوعتين ولا ثلاثة؟ انسى انسى حاجة اسمها ماكلة اه ورحمة بويا ورحمة بويا نار ميدي في النار كما يطلعش سعيد خويا هو اللي هزه وكلها اشنو يا زيادة يامل طيفة اللي كلها اخوك سعيد تراه وصايم اخيش بيك انسيتها؟ اه محسو بيحي تنقى هقام بعد ما مضمضنا الجمع على الكل وزفها قبل لذين الفجر وعاود مضمض من جديد اشنية هي اللي زفيتها يا كعيبت له زف؟ زيد الدروش علي يا مليح زيد كعبة البنان اللي كانت مخبية في المقفول متلك اسكاس وانتي شفكرك فيها توا قايمة لوج عليها تديما ديك في كرشك تسمع شي بيها مخيبك يا صنعتي عند غيري تيماكم الزويس كيف كيف؟ كيف الحكك يغطاهو؟ لا لا يزبي ضغطي مهيش في الحكة خليتها بيدينة في المقفول ايها صحيح ريتك كيف خليتها بيدك في المقفول يا لطيفة وانا هو اللي شويتك عليها وكليتها بلا وانتش هي الصنع لي عندك يا خل يا اخي مش تولي كيفك الوليد الصغير اللي مش متربية تاكل بيت ومن بعد الدور على بيت اخواتك تاكلوه باش نشعفها لها الصنع متاحة واحدة مزغومة كيفك تيماهم كيف يمدوا لك حاجة يا تاكلوها وتاكلها في وقته ما كانش يقول معينيش موش تاكلوها وتخبيها يتي ضمنة في روحك باش تعيش الغدوة ولا حتى لشوية اخرى نزيد نعود هالك مرة اخرى يا سعيدة ما خيبك يا صنعتي عند غيري ما شفتش روحك يتمشي معانا للصالة في العراس اشتعملها وقت يمدوا لك البجاوية والبقلاوة موش تهز بالكعبتين والثلاثة وتلفهم في المحارمة وترميهم في جيب البلوزة بتاعتها ريت ما هو يا أخيتي ريت حتى هو خلينا مضغفة فيم الناس وملي العراس والحذارة يراك مقرطة فيش كارة خليني نرتاح منك محسوب وكان جاوز روسي صحاح تقوا نسلم فيهم ولا مناكلهمش على البلاصة قدام الناس في الصالة محسوب البرامة الصالة مشيني صحوز روسك قول هيك يا نندرة ليش كون تهز فيه الحلو حتى وكان جا عندك صغار هيا طوان قولو تعرفش ليش كون يهز فيه الحلو يا أمك الطيفة يا مصطفى إن شاء الله يهز فيه لهك المرة اللي تسمع في البريكة ارزن يا زبيت ارزن يرحم مالديك وانتي كيفك كيف مميمتي يا رحمة الله ما تبلش الفولة في فمك لا لا يا حاجة لحلو يهز فيه لك أبو خلوط لحليبي باش يبدلوا هكا الكعبتين ولا الثلاثة بكويس حليبي يهز به قلبه محسوب همد باش قديم ولا اسبابط باش يبدلهم بطرف معون ولا بستل ملا قال يبدل كعبتين حليوب كسحليب اخصيص هو للحليب ولا بنتختم خليطه ناقص لا لا يا ابنيتي كلام مصطفى راجلك صحيح أنا بعيني هيك النهار شفتوا عند هذا بخلوط الحليبي يزق في الحليب ويعاوط ملا قالتلي خليس عيد اخصيص ولا ناقص يرى عينيك تتراقص يلطي فختي اكثر ما يتتراقص ملا تعس علي اش نعمل وما نعملش ايا ما زيتلكش بلا صخرة ما وصلت الهاش ولا ممشيت الهاش حتى بو خلوط الحليبي تعرفوه قل لي ملا ان شاء الله وقفت معاه ولا حتى كلمتو لاو خي اللطفة علي هيك اللي مزيل عاق لقيتني نكلم في الرجيل انا هو اللي كلمني الاول ايوه اي وديما وين يا راني يخرج يجري ملحان وتمتعه ويقف يحكي بعوية بالله يا هكا يلطيفة صار هو ديما يقف معاك ايه ايا سيديه ما للجماعة الكل تيقفوا وتخرجوا من البيت جملة واحدة اشتوا؟ وتخليوني راس راسينا وياه مين؟ ايا ترا سامحوني البره ها ها تعطيني هيك التقريطة اللي فوق راسك ياسبقي دختي قبل ما تخرج حاجتي بيها تيها هيا هيا حضر باش ياسعدكوية ها اه يتفضل تسحقش حاجة اخر اتفكرها فرد مرة قبل ما نخرجوه بره مدلي هيك حكة الفلفل لحمر وراسين ثوم والعصارة معوهم فرد مرة بره اوه يا خالي تي لين حكة الفلفل لحمر رد بيلك رهي سالمة يا خنسيت ولا شبيك نعرف عليها انسيك ما لهتولي الثوم والعصارة يزي إلا ما نعصرلك الثوم في عينيك يا لطيفة وانتي يا مقلطيفة تسحقش حاجة قبل ما نخرجوه اتفكرها خليني المدية لك هيتلي هيك يد المهرز يا مصطفى يعمل منك اياه الله يبارك تدلل غالي وطلب عرخيص موش نمدلك يد المهرز وبره نجيبلك سوق المحاس كامل كانت عب موش تجيبلها النحاس والله وكانت تجيبلها الكرتوش والديناميد لاني خايف منها ووو يعطيك بخذة مقويك ملا مش لازم يا مصطفى يد المهرز حيات يدك انتي وبره خرجني من بحثه تركك عطغاد وما عندك وين خرجها انتي ses مرتك واخرج يا راس الشمندي فيه ايش نبهت عليهكم امانة في رقبتي وانا اخوهم ونعرفا عش يصلح بهم وما يصلحش هذا هو وخي يصلح رايك حتى احنا الش الشدة فيك اشبت تغضي ليا مصطفى اسمع كلام ولادي ما تدخلش مبينتهم هذا هو و Hoeco eاختو اخرج خليهم الأنة وانت دهشة اخرج سلكنا على خيلة جيفيك بعض الضربية تايكنا انتي يخرج ايوه يا حجة صار كنتك خايفة عليها وقتك اللي من لحمك ومن دمك ما تخافش عليها خليها تعمل كيف ما تحبها كيز بايدغتي يا مصطفى ما تجاوبهاش اما من بعد يعمل الله ادواك عندي يا هندي الطيب ونعملك كماشا احسابها عندي ما هواشي وقته تو ايها صحيح يا الطفا عندك الف حق ما هواشي وقته حسابي توا توا وقت حسابك انتي يلا صحيح سامي بسم الله ومن كليلها الله يبارك يا سبايدغتي اتهنا ما عندك كن الرجال برا سيسروحك واخرج جيب لي اللي قتلك يلا هز رجلك واخرج ما عنا وين خارجي يزي عاد فيه بركة خوض بالخاطر سامح المرة يا ذي لا لا ما نسمحاش وما نخوش بالخاطر ايدي بودريا وكاناش تعطيوني لاني مسامحها بيهي وين يا خالي تخوشي بخاطري اكهوا انت يا بنت اختي دي ما تشدني مصبع اللي وجعني اذا كان ما نخوش بخاطر كنتي ملا بخاطر شكون تحبني ناخو اما ما نسمحاش كان بشرط اشرط 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 يا سيدي اخويا المفيد اعتقني وسمحني المرة هذي اراني وفتك ذلكارو اعمل العمايل ومن بعد بدأ تذيب وتنومس ايا باهي يزيم تنومس متاعك حتى انت وقل لنا على شرطك شنوما عكس موش نمدلك ادي المهرز وبره نجيبلك سوق المحارو بيه من الليل وعلى شرط زادة لا يا شنوما طب كالثالة ترك علينا مشروط يا خلي تقولش عليك عظم زليل قاعد تخطب فيها الجيلة محسوب كان هنا هجيلة في هالدار عاد شفتم ما يمتك تيش دخلنا في العديد يا موكل طيفة تاوينا شبتك ولا قتلك حاجة هاذك فويا معاك على خاطر قاعد نعارك عليك زيد زيد عارك وحز عليها مليح عليها بالله تشتهل هكا واكثر يا عيني مقلاب انت وياها حاجة ما تهمكش نحز ونعارك عليها وخليها تقول لي تحب ما هي لخالتي وانسيبتي المفيد قل لنا انت على شرطك الثاني وريحنا القضيات اللي ماشيين ناخذوهم بالخمسة لاف اللي ماشي تعطيهم لي ونصهروا بيهم ما تذوق منهم حتى شي هكا تقعد معاقبة باش المرة الجاية تشعف وتعرف عليش قادمة عجيب يا خلي وانتي تحليلك الماكلة والصارية واختك الطيفة تخزر ومتاكلش شنو اللي تحلالي وسكات علي يا بلا تصوب في جراج ميكل عسل للحاجة اللي ناكلها أنا وما تذوقش منها هنسيبا لي عندك والله زيد اغزر لي على جنب بيهم شرولة ايهات هي تطلع بالخمسة لاف ترى لنقوم لك يا نارك على روحك يا سعيد يا نارك اللي يرى الوقفة بتاعك وتزرمق متاع عينيك يقول الدنيا وفيت وفي اللخر بخمسة لاف تبرد تسكت على فعيل اختك عطاوتا ونعتيك أنا عشر الياف وما تسامحاش بالله يا كياس بيدا والله يا إخي قاعدة تحكي بجدك شنوال يا كاعدة نحكي بجدي ما لا نكذب عليك تيانا على رباية اختك لطيفة ندفع مئة لالوف شد ها آه يا عشرة اللي بالحاضر خلي فلوسك هندك يا عاجر ما تخوش من هنده يا خري أنا نعطيك عشرين دينار وسامح لي نسيبتي يا لله احنين يا حنور هاي هذا الكل محابة في نسيبتك نعم وكان جيت الضربة في مريتك نحلف عليك حتى الفين فرنك ما تهونهمش فيها اه ما مريتو يا باية عاد قولي هونش حتى دينار ويحت في ممينته اطلب اللطف هيك باني نعرف وراشلك قندي لو ما يضبي كان على نسيبته اغليو اغليو في بعضكم اغلي يا زبي دختي انتي وكنتك يسلم نسيبي حتى أنا هذا اللي قل لك عرفتلي شكو نعطي بنتي الحمد لله يحجب عليك يا مصطفى معايشك اغرب لي اغرب لي اغرب لي ولي دختي نبوسك اغرب لي باركلك اغرب غات قلو تبوسو وتباركلو ما زال السون مطاهش عليه اه ايش قلت يا زبي دختي تزيدشي عشرين دينار طوالة مصطفى ثالافين دينار علينا يا سعيد المفيد كل لها قلب نوري اليوم باش تربى ونبردانا فارد مرة أربعين دينار علينا وبالحاضر يا خالي ووو يا مصطفى تزيد على ممينتك عيني في عينك اي 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 يزي يهديك وخلي صوم علينا لا نزيد عليك يا حاشا نزيد عليك وكي نعرف زيد الحكاية تصل عطل الملايين اليوم هاي مجنون انا نسلم في نسيب لتاكل طريعة يا نواب نوبالية محنك ومكرمك محنك يا مولانا كيف بعثت لي هالقصية منهار اليوم وانا على بلاستي اي اي يرزق عبدو من عبدو والكل من عندو اه ايش عملتو اربعين دينار على مصطفى يا اسبيدة اتزيدشي راني قريب نربح ونقبض في ليساتي خمسين دينار علينا يا سعيد ومانيش راضي عليك يا مصطفى كانت زيد عليها حتى ملي اوليك ولد ولا نعرف لا لا عاد يازمي دختي ما تقولش هكا اراك غالطة هاذر زيك حلال ورزق الحلال يزيد اه يا مصطفى اشقل خمسين دينار توع لما يمتك انشاوركش يا ولا يدختي اش مازال عاد من مشاورة يا خلي بعد هالكلام اللي قالتهم امي امتي وهي رضاية الوالدين فيها مشاورة ولا معها لابة مبروك عليها والله يضبح طوى يا راس الكرتل صح لك باش فقت على روحك اه ولا يتعرف رضاية الوالدين كاد ما وقت رب يبعث لها لقصيمة الله غالب العادة ما كتلوج على رضاية الانساب ولا ثمشي واحد يحب يدفع فليساته على نسيبته باش ما تكلش طريحة وهي حتى الفين فرن ما تسواهمش هيا اطلع انتي بالفليسات ياس بايدختي مبروك عليك السم قداش قتلي هما من دينار يا سعيد خمسين هاتم لهنا وادريج من زمان بحول الله الطفاختك تسمحها بنين لطفة عليا يا الطفان وين خليتها هيك عصات البازين تاش عندك فيها وين خليتها عصات البازين اطلع لي بالفلوس قبل انا راه باش يكون في علمك ما نضرب الطفاختي حتى ضربه الا ما نقبض الخمسين بشوية وما تجريش يا سعيد حتى انتي وكما اشتق بالطوى بالحضر قوم يا الطفاقوب قوم اختمد لها كعصات البازين ويجا ناكلونه قلبها الطمع ووه يا اسبيدة درت عليها فرد دورة اندورة عليك ما لاش نعمل لك جادة عليك انتي الحكاية هي ثم أخت فيها الدنيا يا مجنون تدفع الفلوس باش تضرب باختها وتاكل طريحها باهي يا للا اقوله ما ثماش وثمش شكون يدفع لنسيب تواربعين دينار باش ما تضربش موجود يا خالي وهو العرض بجنبك ولي دختك قلك ندفع حتى الملايين على انسيبتي ندفع يا باية ما لاش نعمل ايش كون عندي هنا خلف انسيبتي العزيزة اه ملاي احكي جنابك واطلع باللاربعين دينار اللي قلت عليهم الساعة تاكلفش نطلع باربعين دينار يا خالي وانتي الساعة قتل انسيبتك ما تسواش حتى الفين فرنج يا خيط حب تخسروا لي دختك اه هاكا عندي اينا ما تسواش حتى الفين فرنج اه اما انتي قلت انسيبتي تسوى الملايين وهيك المرة اللي صنعلك في البريك قدش تسوى عندك يا سعيد تسوى مال قارون ومعاها مال الدنيا لكل ياسبع يدختي انتي داك من مولات البريك مش منك يا بنتي مني اينا اللي صرحتك وحكيتلك عليها وانا يا خاليش بك محكيتليش عليها هذي وليت تخبي عليها منفعليه يا باية شيرتي تبهذلت بهال خمسين دينار اللي ما صحوليش فرحه وما تمتش يا مالة ربي تمن فرحتك على هذي مولات البريك يا سعيد ان شاء الله يطلع عرقوبها عرقوب خير وتذهلك ليين اما ايام اللي تذهلي الراكل تالي يلطفة رد بالك تخرج حتى حرف من ثمت يمشيش يسمع زادة رجلها بالحكاية ويبطل وما يطلق هاش ووو صار هي مازلت على ذمة رجلها وما هيش متلقة لا هي متلقة ولا هي معنقة غذبانا فيه داربوها والناس اللي عند الحاكم رجلها بالطال وما يحبش يخدم معمل على فليساتها والدارك متاع المصروف الكل عليها هي مسكينة يا ربي قاتلي والله يا سيسعيد نغزرلي قلبي تقهر يا ماليها برك الله عليك الفرنك تنطر وملحي هك الرجال ولا بلاش او بيس ما هو مش رجالي لكل او بيس كلها كان رازلك هو الوابس اما او بيس يا راس القشاش تيماهو كيف ما تفهمش الكلام اقعد ساك تاير حمالدي كنقصك انا ايه تعرفش كيفش يخل اه الامرأة هذية راجلها يلزمنا نربحه فيه هجر ايه اه وتوا نجيبه ويخدم معايا في المعمل خدمة مرتاحة وهكيك الرجعوم البعظم في اشهر المبروك يراني مدروك كيف نحكي على سروري قدامك يا مصطفى يا اما يمتي طيب ثراك اش بد مصطفى ولد بنتك اهذاك الى اللقاء غدا مع تحيات محمد الكرهاي